بعد طول غياب، أخبار إيجابية عن الاقتصاد اللبناني أحد عشر يوماً من المباحثات بين بعثة صندوق النقد الدولي والمسؤولين اللبنانيين في بيروت أثمرت اتفاقاً مبدئياً على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال أربع سنوات تمويل مشروط بإجراءات لبنانية تستبق التنفيذ والتزام بأخرى تتبعه وطبعاً موافقة مجلس إدارة الصندوق بشكل رسمي إصلاح النظام المالي والمصرفي مع حماية صغار المدعين بالإضافة لإصلاح قطاع الطاقة المملك للدولة وإعادة هيكلة الدين العام الخارجي ومكافحة الفساد أبرز ملتزم به لبنان استباقاً لخطة التمويل انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع مستوى التضخم وتبعات جائحة كورونا والانسداد السياسي وأخيراً حرب روسيا في أوكرانيا وتأثيرها على سوقي الطاقة والحبوب كلها أصابت الاقتصاد اللبناني بالشلل التام وضع دفع عشرات آلاف اللبنانيين تحت خط الفقر وآلافاً غيرهم للهجرة حالة اقتصادية متردية لا تخفى على أحد وبالضرورة ليس على أرنيستوريغو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة أدت إلى ركود اقتصادي كارثي وزيادة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة تبقى ثنائية المقاومة وتمويل الإرهاب عقبة دائمة في وجهاء اتفاق فهي مطلب دائم للجهات الممولة وهي أيضاً تفوق قدرة أي حكومة لبنانية على التصرف نقطة لم يشترطها الصندوق على لبنان استباقاً لكنه لم يحذفها من على أجندته لما يريد من لبنان الالتزام به قبل اعتماد خطة التمويل رسمياً الولايات المتحدة بدورها رحبت بمسودة الاتفاق وطالبت لبنان بسرعة إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بتشريع وتنظيم العملية اتفاق مبدئي تمويلي إذن يضاف لاستعادة لبنان علاقاته مع الخليج العربي خبران إيجابياً يحتاجهما لبنان ولكن المخاوف من مزيد من الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالتمويل الدولي لا تفارق مخيلة اللبنانيين لنقاش الموضوع ينضم إلينا من بيروت البروفيسور جاسم عجاقة الباحث الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية دكتور جاسم مرحباً بك معنا هل تبدو المؤشرات مبشرة فعلاً إذا إمكانية إقرار هذا الاتفاق من صندوق النقد الدولي لتمويل لبنان أولاً تحية لك سيد الكريم تحية للمشاهدين شكراً على الدعوة سيد الكريم هذا الاتفاق هو اتفاق إطار وهو اتفاق غير ملزم لأي من الطرفين بالطبع يعني اللبنان لا خيارات له إلا الالتزام بهذا الاتفاق الإطار وصندوق النقد تحت ضغط المؤسسة للدول الكبرى أيضاً سيقبل بهذا الاتفاق وهو يلتزم بهذا الاتفاق بشكل أو بآخر ولكن قانوناً لا إلزامية لهذا الاتفاق للتوقيع على هذا الاتفاق عملياً اتفاق الإطار هي نوع من الاتفاق على عدد معين من الخطوات قبل الدخول بالاتفاق الحقيقي بالاتفاق الأساسي الذي على أساسه سيتم أعطاء لبنان أو أقراض لبنان مبلغ وقدره 3 مليار دولار هذا حقيقة الاتفاق يطلب عدد معين من الشروط التي يعتبرها شروط إلزامية قبل الدخول بالاتفاق الرسمي وبالتالي هذه الشروط تتطلب إجراءات من قبل الحكومة ولكن أيضاً إجراءات من قبل المجلس النيابي واليوم سيد الكريم قبل الانتخابات النيابية التعقيدات التي يشهدها المشهد اللبناني على الصعيد السياسي وتشابك المصالح لبعض القوى السياسية مع الشق الاقتصادي يعني هناك صعوبة حقيقة أو أقل المؤشرات تقول أنه من الصعوبة أقرار أي شيء قبل الانتخابات النيابية وخصوصاً أن بعض الأمور قد تتطلب أو قد يكون لها ثمن على الصعيد الانتخابي لذلك لن أقول لست متفائلاً لأنه لا يوجد أي أمل آخر بالخروج من الأزمة إلا من خلال هذا الاتفاق ولكن أقول أن التجارب الماضية أثبتت أن القوى السياسية لم تكن قادرة على القيام بإصلاحات هناك حزمة من الشروط تصطبق هذا الاتفاق لشك دكتور جاسم يقول بحاكم المصر في المركز بأنه يأمل بتلبيتها قبل الخوض في الإمكانية وفي العقبات هل من إطار زمني لتنفيذ هذه الشروط الاستباقية لإقرار هذه الحزمة من الدعم من صندوق النقد الدولي؟ لا أعتقد أنه يوجد إطار زمني لأن الدولة اللبنانية تستطيع القيام بذلك حين تشاء ولكن لا يجب نسيان أن هناك ثمن يدفع على المواطن اللبناني من خلال قدرته الشرائية ومن خلال فقدان الكثير من السلع في السوق نتيجة غياب الدولارات عن لبنان أنا أعتقد أن عملية الشروط يجب تلبيتها فورا ولكن كما قلت لك الإطار غير موجود الإطار السياسي غير موجود ولكن فيما يخص المصرف المركزي هناك أمرين ويستطيع المصرف المركزي بكل سهولة حقيقة تلبيتهما نظرا لأنها لا تتطلب الكثير من الأمور بمجرد وجود هذا الاتفاق الإطار النقطة الأولى هي فيما يخص التدقيق بالحسابات المركزي وهذا أمر سيقوم به وسيلتزم به والثاني هو توحيد سعر الصرف وهذا الأمر أيضا قادر على القيام فيه أقل كبداية كستارت لاحقا بالطبع يجب حقيقة التوافق مع صندوق النقط لضخ الدولارات في الاقتصاد اللبناني لقاء يستطيع الاستمرار ولكن هناك عدد معين من المطالب أراها أمامي مثلا من الاستراتيجية التي تنص على إعادة هيكلة القطاع المصر في هذه الاستراتيجية يجب أن يكون لها إطار قانوني أيضا هناك قانون الكابيتل كونترول أيضا هناك قانون الموازنة العامة وهذا قانون ليس بالسهل التصويت عليه نظرا إلى أن التاريخ أثبت أن النواب ليس بالسهل كانوا يصوتون على الموازنات وبالتالي الأمور معقدة ولكن نبقى على أمل أن تعي هذه السلطة أن حقيقة هناك تدعيات على الأرض تدعيات سلبية جدا لن يستطيع المواطن اللبناني تحملها وقد تثير عدد معين من الاضطرابات الاجتماعية دكتور جاسم أشرت إلى بسلسلة من العقبات السياسية والحسابات السياسية الداخلية التي ربما توعيق المضي لمسار تلبية هذه الشروط من صندوق النقد الدولي لكن حين النظر إليها حين يطلب من لبنان إصلاح النظام المالي والمصرفي حماية صغار المدعين بإعادة هيكلة الدين العام والمضي لمخاربة الفساد تبدو المهام صعبة وكبيرة وشديدة التعقيد حتى على فرض وجود الإرادة السياسية هل بإمكان البلاد التعاطي مع هذه الحزمة أو السلة من الشروط؟ بالطبع عمليا على الأرض إذا ترك لبنان كالإلكترون الحر في الفضاء لن يستطيع التعامل مع هذه الشروط وهذا أمر شبه أكيد ولكن مع ضغوطات خارجية نعم هو قادر على القيام بذلك سيد الكريم في الدولة الشقيقة في مصر كان القرار سهل لأن هناك رأس واحد لهذه الدولة هو الرئيس السيسي الذي أخذ القرار وفي اليوم التالي تم التنفيذ في لبنان القرار مشاردا بين القوى السياسية وهذا الأمر هو الذي يصعب ولكن كما قلت لك سيدي تحت تأثير الضغوطات وقد يكون تهديد أيضا بعقوبات هذا الأمر ممكن أن يحصل حتى البارحة وعلى عكس ما يتم تدوله في الإعلام حقيقة لم يتوقع أحد من اللبنانيين الموجودين على الأراضي اللبنانية أن يكون هناك توقيع اتفاق إطار مع صندوق النقط ولكن هذا الأمر يفسره بعض السياسيين هنا أو أقلهم المحللين السياسيين على أنه نتيجة الضغوطات الخارجية هناك ضغوطات وهناك انفراجات على بعض الزوايا كما أشرت هذا التوقيع على مسودة الاتفاق الترحيب الأمريكي بما جرى بدأ عودة بعض سفراء الدول الخليجية كذلك إلى بيروت إلى أي مدى بالإمكان فعلا البناء ولو قليلا على هذه المؤشرات والمعطيات لرفع منسوب التفاول إذا أمكانية بدء البلاد بالخروج من أزماتها سيد الكريم إذا سمحت لي هناك سيناريو مطروح شئنا ما بين هناك سيناريو مطروح لأن كما قلت لك المعطيات السياسية اللبنانية الداخلية لا تبشر بالخير ولكن هناك معطى خارجي قد يكون هو الإشارة الإيجابية تعلم سيدي أن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أوروبا في مأزق فيما يخص الغاز الروسي وبالتالي قد يكون هناك قرار دولي على صعيد تستريع عملية استخراج الغاز من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما في لبنان وبالتالي كما لو أن هناك كلمة سر أتت في المنطقة لاحظ ماذا يحصل في اليمن لاحظ ماذا يحصل في لبنان وبالتالي قد يكون هناك كلمة سر قد أتت من الخارج وبالتالي بدأوا بالتنفيذ وبالتالي هذا الأمر قد يكون حقيقة هو نقطة الانطلاق لذلك يجب الانتظار كما قلت لك على الصعيد الداخلي لن يتحرك أي شيء ولكن إذا كان هناك من ضغط خارجي فعلا هذا الأمر سيتم وهذا كل الأمال هي على هذه النقطة بالتحديد شكرا جزيلا على انضمامك لأينا من بيروت البروفيسور جاسم عجاقة البحث الاقتصادي واستداد الاقتصاد في الجامعة اللبنانية شكرا جزيلا لك